مساء الخير كيفكم يا رابع حابة اعمل معكم هلا هيك مراجعة بسيطة ان شاء الله تكونوا درستوا للمادة وهلا يعني اعمل معكم مراجعة بسيطة اللي ما عارف يدرس منيح ما عارف منيح كيف يستخدم وراء العمال كيف يدرس عليهم حابة هلا انا احكي لكم طبعا انا قلت انه الدراسة يا رابع تكون من اوراء العمل فيها كل اشي رح تكون شاملة لكل المادة وهي فيها تلخيص لكل اشي انا عملت لكم اياها حتى اسهل عليكم بدل ما تعدوا تدرسوا من كتابين انكم تدرسوا منها تمام هلا كيف بدنا ندرس منها بادا الفيديو بدي اشرح لكم حتى نعرف منيح كيف ندرس منها هلا طبعا احنا عنا الواحدة الساسية عن الاغريكالشر الزراعة اول محور فيها اول شي احنا نشرح عنه اللي هو ريدنج ايش يعني ريدنج يعني المعاني اللي بنحفظها والاسئلة اللي بنسألها على الفقرة هاي المعاني اللي مطلوبة منكم تحفظوها انجليزي عربي خلينا نرجعها مع بعض يا رابع اغريكالشر زراعة هربس اعشاب ناتس مكسرات تيركي دي كرومي هاني عسل وال صوف سلك حرير ثويد خيط تاير عجل بلت حزام اذا هدول بنحفظ معناهم بالعربي لان انا بجبلكم مسهلا عليهم كيف السؤال بيكون يا رابع بجيب املأ الفراغ بجيب جملة وبدنا نختار في الجملة احد الكلمات التالية فلما تكون عارفين معنا الكلمة بتعرفوا مين الكلمة المناسبة اني احطها بالجملة تاني شي هون يا رابع المعاني لازم تحفظوها انجليش انجليش خلينا نرجعهم مع بعض اغريكالشر اللي هي فارمينج الزراعة ليفستاك اللي هي فارم انيمالز الدواجن اللي هي حيوانات التتربى بالمزرعة سيرياز حبوب اللي هي جفينز يوس فور فود كونستركشن اللي هو بيلدنج برضو بدنا نعرفهم هلأ كيف بيجي السؤال يا رابع اني انا بسأل شو معنى كلمة اغريكالشر وبحط لكم هدول الخيارات بدكم تعرفوا انه فارمينج هي معنى اغريكالشر اوكي بعد هيك بدنا ننتقل للأسئلة شايفين شو انا كاتبة اسئلة على الصفحات 54 و 556 و 557 اللي هم الصفحات اللي فيهم درس الاغريكالشر الزراعة شو ممكن يجيكم عليها اسئلة ماذا تعني كلمة الزراعة بدنا نعرف انه هي بدنا نعرف انه الزراعة هي زراعة النباتات من اجل حصول على الطعام والانسجة والمواد الخام وايضا تشمل تربية الحيوانات الاليفة فانا يا رابع بجيب هذا السؤال وبجيب عليه عدة خيارات بدنا نعرف انه هذا الخيار هو الاجابة الصحيحة اوكي نشوف اللي كورشين اللي بعضه شو هو سوري لابن ننزل لتحت اوكي ماذا يزرع المزارعون لاطعام الناس الجواب طبعا هالا بيجيكم السؤال هلأ بيكون عندكم عدة خيارات للاجابة بتكم تختاروا الها هاي طبعا الاجابة شو بيزرع 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 حبوب خضار فواكي محاصل الزيت الأعشاب المكسرات نشوف الناكس طبعا ماذا يربي المزارعون لاطعام الناس وبيدي ايكم يا رابع تنتبهوا بين هاد السؤال و هاد السؤال ما بدي تخطأوا فيهم هنا انا سألت شو بيزرعوا four feeding بالطعام الناس شو بيزرعوا بلانت اوكي لازم نعرف انهما بيزرعوا هاي الاشياء هون انا شو سألت what do farmers raise شو يعني raise يا رابع يعني بيربوا بدنا ننتبه لانه السؤالين كتير بيشبهوا بعض في يا رابع بدنا نركز انه هاد السؤال فيه بلانت يعني شو بيزرعوا طبعا بيزرعوا هاي الاشياء هاد السؤال في raise يعني شو بيربوا طبعا هما بيربوا cows أبقار أغنام ماعز الجمال الدجاج الدكريومي والبط والنحل The next question Gave examples on fibers of textile that produced by agriculture شو معنى هدا السؤال؟ ننعطي أمثلة على ألياف النسيج التي يتم إنتاجها عن طريق الزراعة يعني بشكل أوضح يا رابع شو الأنسيجة اللي بنحصل عليها من الزراعة؟ طبعا هم والقطن هام سلك أندفلاكس الصوف والقطن والنسيج الخشن والحرية والكتان إيش هدول؟ بدنا نعرف إذا سألت هدا السؤال إيش التكستايل النسيج اللي بنحصل عليه بدنا نعرف إنه هاي هي الأنسر الإجابة Gave examples on uses of lumber أعطي أمثلة على استخدامات اللمبر اللي هو الخشب أعطي أمثلة على استخدامات الخشب اللي هي طبعا in construction and paper في البناء والورق أوكي ناو بدنا ننتقل للغرامر شوفوا خلصنا من الريدنج الريدنج يعني معاني وأسئلة هلأ انتقلنا للغرامر اللي هو القواعد أوكي شو القاعد اللي بنحكي عنها بالليونة 6 هي adjectives that compare اللي هي الصفات المقارنة إنه بنقارن بين الناس بين الحيوانات بين الجمادات بنقارن نعم المقارنة يا رابع أوكي شو حكينا عنه اللي جرامر حكينا إنه عشان أقارن بين الأشياء بستخدم er is added to the adjective to compare two things إذا عرفنا يا رابع كيف بقارن بين الأشياء إذا أنا جبت لكم سؤال مبين إنه بالجملة أنا بقارن بين two things بين إشيين رح أضيف للكلمة er بختار الكلمة اللي عليها er أوكي يا رابع إذا الجملة فيها مقارنة بين إشيين بختار الإجابة اللي عليها er أما إذا الجملة فيها مقارنة بين أكتر من إشي يعني أنا بقارن إشي بباقي الأشياء مثلا بحكي إنه هاي الأكلة أذكى أكلة من كل الأكلات أو بحكي إنه هذا الطالب أذكى واحد بكل صفه أو هذا الحيوان أكتر افتراسا من كل الحيوانات يعني بقارن واحد بين مجموعة أوكي هون بس بختار الإجابة اللي عليها est أوكي يا رابع فهمنا كيف هلأ أريد أعطيكم بعض الملاحظات تنتبهولها أوكي اللي هي إنه if the adjective ends with consonant and y why is it changed to i and then add er or est بدنا ننتبه يا رابع إنه إذا كانت الكلمة بتنتهي بconsonant and y كانت كلمة بتنتهي بحرف عادي وجنبه y لازم قبل ما أضيف ال-er أو ال-est أحول ال-y إلى i شوفوا كلمة happy بتنتهي ب-ip اللي هو حرف عادي و-y فحولنا ال-y ل-i وبعدا أضفنا er هون حولنا ال-y ل-i بعدا أضفنا est كلمة busy كمان تنتهي بحرف ال-s اللي هو حرف عالي عادي سوري عادي يعني مش حرف علة وبعدها y فحولنا ال-y إلى i وأضفنا er كمان هون حولنا ال-y إلى i وأضفنا est فبدي أن ننتبه دايما كلمة اللي بتنتهي بحرف عادي و-y بختار الإجابة اللي فيها ال-y تحولت ل-i أوكي هلا الملاحظة الثانية كمان يا ردي تنتبهوا لها إذا كانت الكلمة بتنتهي بحرف علة وبعضه حرف عادي لازم يعني أعيد الحرف العادي مرتين شوفوا كلمة big تنتهي بحرف علة وجنبه حرف عادي لشان هيك شو عملت بالحرف العادي عدته مرتين شايفين الجي كيف عدتها مرتين بعدين أضفت لها er هون عدت الجي مرتين بعدين أضفت est كلمة hot كمان شوفوا كيف تنتهي بحرف علة هون وجنبه حرف عادي فالحرف العادي كررته مرتين حطيت double it وبعدين er وهن حطيت الاتمرتين وبعدين est إذن ننتبه لهاي الملاحظة ولهاي الملاحظة بعدين بدي إياكم بدي إياكم بدي إياكم تفتحوا على الصفحات 54 و 55 في كتاب الأنشطة وتحلوا الأسئلة اللي فيهم هاي الصفحة الوحيدة اللي بدي إياكم ترجعوا لها من الكتاب اللي هي 54 و 55 من كتاب الأنشطة وتحلوا فيها الجمال اللي على القواعد هاي أوكي عشان تثبت عندكم المعلمة الآن ما يأتي عندي بعد الجرامر لسبيلنج اللي هي قاعدة لسبيلنج حكينا عنها قالت لسبيلنج اللي هي كانت عن silent letters B and P حكينا إنه في بعض الكلمات بيكون P silent أو P silent طيب بس بدنا نتعرف هاي الكلمات يعني أنا بجيب لكم بحكي لكم مين من الكلمات التالية بيكون فيها B أو P silent بحط كلمة من هدور وبجيب كلمات من بره بتعرفوا إنه هاي الكلمة هي اللي فيها silent Lamp Thump Comp Thump Climb Dump Doubt Plumber Debt Cupboard Psychology أوكي بنناعرف إنه ما بنلفظه شايفين Lamp Thumb Comp Thumb Climb Dump Doubt Plumber Plumber شوفوا Plumber Debt Cupboard Psychology ما بنلفظ فيها حرف B أو P بيكون silent هدول بس بدنا نحفظهم إنه لو جبت واحد اليوم بالامتحان نعرف إنه هاد الحرف فيها B أو P silent أوكي بعد هيك عنا Writing Writing ما رح يجي منها وكرة بس بشكل عام بدكم يعني تدوسوها إنه تعرفوا كيف Writing كيف نكتب فقرة كيف بنحط title العنوان كيف بنحط capital letters شايفين حطهم أنا بالغامة كيف نستخدم الكومة الفاصلة والفولستوب بالنقطة يعني تتعرفوا طريقة الكتابة لأنه أنا في الامتحان النهائي رح أطلب منكم رحكون جزء من العلامة قبل الامتحان إنكم تعملوا لي موضوع writing فبس بدكم تتدرب علي لكن بامتحان بكرة Writing ما رح يجي منه إشي أوكي ترجمة نانسي قنقر